وصلت رحلة استثنائية قادمة من العاصمة النيجيرية لاغوس في مطار أو إلى مطار مرسى عالم الدولي تقل على متنها 73 مصرياً كانوا علقين هناك وفور نزول الركاب من الطائرة تم تعقيمهم وكذلك تعقيم حقائبهم ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية في المطار في مجموعات كما تم عمل اختبار للأجسام المضادة لهم عقب الانتهاء من الإجراءات الوقائية داخل المطار من قبل الرجال الحجر الصحي تم نقلهم إلى أوتوبيسات لمقر الإقامة بأحد المناطق لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا